السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خطأ في السجود يبطل الصلاة فاحذر أن تفعله لكن في البداية إخواني كرام أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد بارك الله فيكم وشكرا لكم إخواني كرام السجود والطمأنينة فيه رقن من أركان الصلاة ودليل ذلك ما جاء من حديث المسيء صلاته ثم سجد حتى تطمئن ساجدا والسجود يكون على سبعة أعظم فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبته وقدمه فهذه الأحاديث إخواني كرام دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء لكن وقع الخلاف في السجود على الجبهة والأنف هل يجب عليهما كليهما أم يكفي السجود على أحدهما والراجح أنه لا يجزئه حتى يسجد عليهما قال الأرباني رحمه الله وهذا هو الحق لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي وهيئة السجود أن يمكن هذه الأعضاء ويضم أصابع يديه ويوجههما إلى القبلة ويجعل كفيه على الأرض حذو منكبه ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ويرفع يديه عن الأرض إلى يفصلشهما يبعدهما عن جنبه فعن عبد الله بن بحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد واستقبل بأصابع رجليه القبلة وفي بعض الروايات كان يعتمد على كفيه ويضم أصابعهما يوجههما قبل القبلة وفي حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه وفي رواية عند التحويب بن حسيمة ويرص عقبيه أن يضمهما وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم دراعيه بصاط الكلب إخوان كرام هناك مراحلات مهمة إذا أخل في السجود بعضو من هذه الأعضاء لا تصح صلاته كالذي لم يضع أطراف القدمين على الأرض بالكلية فلم يسجد لا ببطن الأصابع ولا بضغورها فصلاته لا تصح قال النووي رحمه الله في شرح مسلم لو أخل بعضو منها لا تصح صلاته انتهى وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها وصلاته صحيحة هذا الله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم ارحمه في لكل من نشر هذا المقطع إذا أتمتموا الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل صلك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحلموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله